ورانا دكتورة إيمان جمال أخصائية التغذية العلاجية ومدربة الصحة اللي هنتكلم معاها عن كتابها الجميل واللطيف والمميز جداً والحقيقة هو مميز باسمه كمان مش بس مميز بالمحتوى اللي بيقدمه الكتاب وهو كتاب منزل مليء بالفراولة أهلاً بيكي دكتورة إيمان أهلاً زيك إحنا سعداء جداً بفكرة الفراولة بحد ذاتها أكساسي طبعاً منزل مليء بالفراولة دي حاجة مبيجة جداً جات لك منين الفكرة دي؟ منزل مليء بالفراولة المقصود بالفراولة هي السحة الست هو كتاب بيتكلم عن الصحة التغذية الصحية الصحيحة للمرأة من الولادة والحد سن الأمل فأنا شبهت الأنسة بالفراولة أنا عجبني قوي تعبير سن الأمل أيوة سن الأمل لان دي مرحلة جديدة لان هنكلم عليها بالتفصيل دي سن الأمل لأن الأنسة عموماً زي الفراولة ما بتتحطش في أي طبق سلطة غير لما تبقى اللون الأحمر الجميل وطعمها حلو شكلها حلو وحيتها حلوة فهي ده كناية عن الأنسة يا سلام يا سلام طيب شوفوا الأنسة لما تكتب عن الأنسة تدلعها ازاي؟ تكتبها بحب تكتبها بحب طيب خلينا نتكلم شوي عن المحتوى اللي بيقدمه منزل مليء بالفراولة احنا بنتكلم عن التغذية العلاجية وبنتكلم كمان عن الصحة النفسية هو الكتاب شمل الموضوعين والحقيقة أنه في حقيقة الأمر الموضوعين لهم علاقة بعض كبير جدا لأنه لما بيأكل أكل صحي دايماً بيكون جسمه صحي دايماً تكون نفسيته سليمة ومتوازنة إلى حد ما احنا هنقول فيه مسلس كده في الحياة المسلس ده عبارة عن الجسم والعقل وجوح هم الثلاثة مرتبطين ببعض يعني أنت ما ينفعش أن أنت تقولي أنا ههتم أن جسمي يبقى حلو وعقلي ونفسيتي وحشة مش هتزبط معي مش هتحصل مستحيل تحصل صحية لو أنت شخص أو أنت شخص بيعانوا من الاكتئاب مستحيل تبقى مكتئب وجسمك كويس ومزبوط وعقلك مركز معاك وصحتك النفسية كويسة واحدة بتمر بالطرابات معينة مستحيل أن هي تقدر تتحكم في أكلها وتتحكم في صحتها وتتحكم في حياتها صحة فبالتالي إحنا المسلس اللي إحنا بنشتغل عليه الصحة الجسدية والصحة النفسية ومهم جدا الصحة العقلية والصحة النفسية مختلفة تماما عن الصحة العقلية عشان في ناس بتقول أن أنا صحتي العقلية هي هي صحتي النفسية لأ الصحة العقلية حاجة والصحة النفسية حاجة تلك